أهي مراوغة أخرى للقفز فوق خطوط المحاور التي قسمت عليها المنطقة أما أن عبد المهدي ضاق ذرعا بالميليشيات التي نصبته رئيسا للوزراء فقرر كبح جماعها لا يظن العراقيون أو أغلبهم ذلك بل يذهب كثير منهم إلى أن القرار مغنما للميليشيات أكثر من كونه مغرما عليها قرار ديواني لعادل عبد المهدي يقضي بدمج ميليشيات الحجد مع القوات النظامية وإغلاق جميع مقراتها وربطها رسميا بقيادة القوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعملها خلال ما تعرف بفترة الحرب على تنظيم الدولة واستبدالها بتسميات عسكرية بالإضافة لحظر ارتباط الأجنحة العسكرية للفصائل بالأجنحة السياسية بحث أعمق في القرار ومدى فاعليته على الأرض يقود لكونه شكليا فقط من باب عدم قدرة عبد المهدي ولا من سبقه ولا لاحقه على محاسبة الميليشيات المتنفذة في العراق أو محاولة تحجيم نفوذها وهذا دفع المراقبين للقول إن القرار جاء تماشيا مع رغبة زعماء الميليشيات المرحبين بالقرار وتناغما مع أصحاب الرأي والمشورة في طهران ذاك التناغم يتجلى في انعكاس القرار على الواقع فهو يؤسس لقوة عسكرية رسمية رديفة للجيش تظهر في ظلها صورة الحرس الثوري الإيراني لا سيما وأنه جزأ المؤسسة العسكرية وحول ميليشيات غير نظامية لقوات بضباط وهيكلية كما أن خطورته تكمن بعدم تحديد مهام القوة الجديدة ولا مناطقها الجغرافية ولا حتى قدراتها التسليحية وكأن عبد المهدي يستعيد باكورة عمل الاحتلال الأمريكي عندما دمج قادة في ميليشيا بدر وغيرها بنواة المؤسسة العسكرية فأنتجت مثالا للنهج الطائفي وأنموذجا شاخصا لانتهاكات حقوق الإنسان ترويها تقارير المنظمات الدولية فكيف اليوم وقد صنف قادة متهمون بالقتل والتعذيب والتهجير والابتزاز بل ومطلوبون دوليا لقوة رسمية تتحرك بغطاء قانوني أما سبب القرار فالدلالة الزمنية كافية لكشفه تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستخدام الأخيرة للميليشيات في العراق للتهديد مرة وأخرى للعمل العسكري على الأرض فكان القرار برأي البعض المتابع تماشيا من عبد المهدي مع رغبة واشنطن بمعركة تقليم الأظافر مع إيران وبصرف النظر عن شكلية القرار وحتمية تنفيذه فإنه بنظر الكثيرين ما كان ليخرج قبل أن يطلع عليه سليماني شخصيا المشرف الأول على تولية عبد المهدي رئاسة الحكومة